وَإِنَّمَا أَذْكُرَتِي وَحَبْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين بسم الله في كل ابتداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثمة أخرى وصلاة وسلاما على صاحب الكتاب العبقى والثوب العنقى والقلب العدقى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله رأسه من المركة وعينه من الحياة أزنيه من الغيرة شمتيه من التسبيح لسانه من الذكر عسنانه من اللغلق ريقه من عسل الجنة وشعره من نباتها وعرقه من بسكها وعظمه من كافورها عضضيه من القوة كافيه من الصدقة لقلبه من الرحمة إنه رحمة الله للعالمين من صلى عليه سيغنم لكن من لم يصلي عليه سيندف والذي تنفأه عنا بشفاعته حر جهنم والذي قدمه في الصخرة علم صلاة وسلام عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلاة وسلام على من كربه ربه في الخلق وفي الخلق في الخلق قال وإن تلعلى خلق عظيم في الخلق جعل في عينيه على ماه يرى من خلفه كما يرى من عمامه جعل في كتفيه على ماه خاتم النبوة التي لا يبغي لأحد إلا لحضرة النبي جعل في يديه على ماه سبحت الحصى بين يديه جعل في قدميه على ماه إذا مشي على التراث لم يكن له أثر وإذا مشي على الصخرة غاشا قدما فصلاة وسلام عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا ابن عادم يا ابن عادم إن كنت في ضيق وملل وقد أصبحت في عرق فصل على سيدنا رسول الله محمد من بني هاشم يأتيك الله بالفرج صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله اهبط إليه الأمير جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليه السلام فقال جبريل يا حبيبي يا محمد من صل عليك عشر صباحا وعشر مساء خطفته من على الصراط كالبر وقال بيكائيل عليه السلام يا حبيبي يا محمد من صل عليك عشر صباحا وعشر مساء سقيته شرفة ماهي لم يضمع بعدها أبدا وقال إسرافيل عليه السلام يا حبيبي يا محمد من صل عليك عشر صباحا وعشر مساء سجدته 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 تحت عرش الرحمن لم أرفع رأسي حتى يوفر له وقال ملك الموت عليه السلام يا حبيبي يا محمد من صل عليك عشر صباحا وعشر مساء حينما أوكل بنزع روحه أنزأها كما تنزع الشعر من العجيب فصلاة وسلام عليك سيدي أبو القاسم يا رسول الله صلاة وسلام على من قال له الإله يسألونك صلاة وسلام على من قال له الإله يسألونك صلاة وسلام على من قال له الإله ألم أشرح لك صدرة صلاة وسلام على من قال له الإله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفير صلاة وسلام على من قال له الإله وإنك لعلى خلق عظيم قرأنا فقها ولسوف يعطى فسر قلوبنا هذا العطاة وحاش رسول الله أن ترضى وفينا من يعزب أو يساء خلقت ببرع من كل عيب كأنك قد خلقتك ما تشاء فعزمل منك لم ترقب عيني وأفضل منك لم تلد النساء الجبه الطيب الكريم ثبت مطاب ممشاق وتبوات من الجنة منزلها في هذه الليلة القرآنية المباركة ما اتبعنا إلا عليهم إلا على سنة من سنن سيد الأنبياء محمد القائل صلى الله عليه وسلم من عزى الله المؤمن توجه الله بتاج الكرامة يوم القيامة في هذه الليلة القرآنية المباركة نودع زينة رجال قليوب رحمة الله عليه سيد أحمد علي الغناب نسأل الله أن يجعل مرضه في ميزان حسنات القرآن الكريم وفضيلة القارئ السيخ محمد رمضان عبد العزيز قارئ زعاد مصر والعالم الإسلامي بل يتفضل قارئنا مشكورا احمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني ألقوا فاذكروني ألقوا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمون فاذكروني ألقوا ألقوا ويعلمكم فاذكروني ألقوا فاذكروني ألقوا فاذكروني ألقوا فاذكروني ألقوا واشكروا لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنباء الله باع الصاهرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصفر ترجمة نانسي قنقر وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ مِي زَمِينِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْأَحْيَاءُ وَرَجِ اللَّهِ ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة مصيبكم قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة